رمضان كريم على كل متابعي قناة الفلوجة الفضائية أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحة وغذاء كثير ما نسمع هذه الأيام عبارة مقاومة الإنسولين وهذه العبارة حقيقة مرتبطة بحالات مثل مقدمات السكري وزيادة الوزن وارتفاع الكولسترول بالدم وإذا نريد نعرف هذا الموضوع ببساطة هو أن الإنسولين هرمون يفرز البنكرياس ويسهل دخول السكر بالدم ويوصله إلى الخلايا التي تحتاج لغلوكوز في جميع أنحاء الجسم تحدث مقاومة الإنسولين شوكت عندما لا يستجيب الجسم للإنسولين جيدا ويكون الغلوكوز أقل قدرة على دخول الخلايا في هذه الحالة يظل البنكرياس يضخ المزيد من الإنسولين بس لغلوكوز يظل يواجه صعوبة بالوصول للخلايا مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر بالدم غالبا لا تظهر أعراض مقاومة الإنسولين بشكل ملحوظ إلا عن طريق الطبيب أو تحاليل الدم أو تحاليل عادية مع الدم تشمل أعراض مقاومة الإنسولين التي قد يلاحظها بعض الأشخاص ما يلي زيادة الشعور بالعطش والجوع زيادة الرغبة في تناول الحلويات والأطعمة والسكريات زيادة عدد مرات التبول زيادة الوزن دون أسباب واضحة وخاصة زيادة محيط الخسر ارتفاع الدهون الثلاثية في الدم بالتحاليل أكثر من 150 مليغرام انخفاض الكولسترول الجيد وهو البروتين الدهني عالي الكثافة عن 50 مليغرام للنساء و40 للرجال أيضا من الأعراض ارتفاع ضغط الدم 13 على 8.5 تقريبا وارتفاع سكر الدم أيضا للصائم اللي هو مثلا ينام ويقعد يرتفع ضغط الدم عن 100 نلقاه فوق المية وأيضا آخر علض ممكن أنه ظهور بقع جلدية داكنة سميكة ومخملية هذه كلية هي أعراض أنه تبيننا أنه إحنا عدنا مقاومة إنسولين أو لا ما هي النصائح اللي ممكن نشوفها في مقاومة الإنسولين إذا عرفنا أنه عدنا مرض مقاومة الإنسولين كل هذا في هذه الحلقة فقط تابعونا نشاهدين مرة ثانية نرحب بالبداية بضيف حلقتنا ويعني هي ضيفة دائمة إن شاء الله وصارت أم البيت أخصاية تغذية زميلة جيندا علي أهلا نسا أستاذ الجيندا مقاومة الإنسولين يجوز هو فتش جديد يعني أنه العالم بس تسمع به هو مو سكر أبدا هو مو سكر وما يعني ماكو علامات واضحة ممكن نعرف أنه إحنا مقاومة الإنسولين أو لا بس رح نحاول وياتش أنه بلكي نعرف أنه إحنا عدنا مقاومة الإنسولين أو لا بالبداية ريد شلون تعرفين من يجي واحد على الياتش بالعيادة شون تعرفين عنده مقاومة الإنسولين أنت كأخصائية تغذية أول شي نحن نتبع الشكل شكل الشخص خليني أو شكل الحالي شو بيكون عنده سمنة جزعية يعني البطن والصدر والظهر عنده أكبر من باقي المطارح الثانية البطن؟ بطن والصدر والظهر يعني جزع كامل بتشوف الأطراف العلوية والسفلية نحاف بس عنده الجزع سمي عندك هاي الشغلية وهذا يمكن أهم شغلة هاي بالعين فورا بتتبين خاصة إلا إذا الناس اللي عندهم مثلا بالبيت حدا عنده سكري أو عائلين عندهم خلينا نقول تاريخ سكري الشغلة الثانية البقعة السوداء مثل ما حضرتك إلى الدكتور البقعة السوداء مو بس بتكون خلف الرقبة بتكون بمناطق الثاني عندك هنا تحت الباط المناطق الحساسي خلينا نقول ولكن اللي فينا نلاحظ أكتر شي هو خلف الرقبة بالضبط تمام هذه الأشياء الأولية اللي تعرفين بها أنه هو طيب ماذا تتأكدين؟ بتلاقي عنده الرغبة الحلة ما بتتوقف مثل ما حضرتك قالت لأنه الخلية ما عمس تجيب للسكر اللي جسم محتاجه فكل شوية جاعباله حلة كل شوية جاعباله حلة فهنا هاي المشكلة بتصير طيب تحاليل شي ممكن تبين لنا هذا الموضوع؟ يعني يعمل تحاليل سكر وضغط وهاي؟ إذا هو شخص مثلا كبير بالعمر يفضل يعني هو منح شخص يعمل كل ستة شهور مرة تحاليل شاملة بس لأهالحالة إذا عندك هؤلاء العوارض الشكلية لأنه أحيانا شكل الجسم يأخذ الوراسة كمان بس إذا كان فيه اسودادات اللي نحاكينا عنه يفضل يعمل تحاليل طيب مثلا أنت كخصاية تغذية من تنطيفت برنامج غذائي أو شيء ماذا ستمنعين عنه وماذا ستنطيهيه؟ هلا نحن أول شي حنبعد عن السكر الأبيض لأنه على حالتين الشخص ضمن النظام الغذائي الصحي يأخذ السكريات من الفواكه من شوية كارب يأخذ السكريات اللي جسمه يحتاج بس هنا سيصير عنده مشكلة سيصير عنده احتمال آلام الرأس خاصة أنه نسبة ضخ الأنسوليم تتخلخل لأنه قطعنا السكر تدريجيا طبعا القطع المباشر ما هيزبط معنا أنه فورا أجي أقطع السكر و أجي أقطع الكارب و أجي أقطع الفواكه سيصير عنده مشاكل كعصابية كوجع راس و خمول وإحتمال ينفر من الضايت كمان في الجنول ولكن من أهم الأسباب اللي بتجيب خلينا نقول مقامة الإنسولين الأكل الغير صحي بتشوف الشخص معتمد اعتماد تام على الحلة على الخليفات مثلا لقد قلت أنه أصلا ما يقدر يبطل حلة فهو راح يصير عنده سمنة زائدة بالضبط فهذا الناس إذا أجعبالك حلة يفضل أنك تأخذ سكر دايت محليات صناعية صحية وليس كل المحليات الصناعية مثلا عندك الأنسات الدايت حلويات الدايت كل شيء متوفر يعني تتعاملين معك خلينا نقول مريض سكر؟ قريب البعض قريب البعض قريب من بعض أي طيب ماذا تنصحيهم في رمضان؟ يجب أن نزود شرب ماء يفضل الحركة لجماعة مقامة الإنسولين الإبتعاد عن الدهون المشبعة التي تأتي من جماعة الدهن الحر والدهن الحيواني الدهن الحر نعم الدهن الحيوان لا يفضل أنه شخص يأخذه دعنا نقول والسكر الأبيض ترى شخص يقول لا أكل لابد أن أكل فواكه لكنني أكل في حالة يحشون تمر نعم يحلون بالتمر فهذا السكر وهذا السكر يعني استقبال الجسم يفرق فلا يفضل يكسر الأفراط من الفواكه بالنسبة للمعجنات؟ المعجنات كما تعتبر كارب نعم لأنه يأخذ كمية قليلة بسيطة مثلا وزنه 130 كيلو لا يمكن أن يمنع فرد مرة وفورا عن هذه الأكلات يجب أن يكون تدرج بالنسبة كبيرة يعني قليلا الشخص يتأقلم عن الوضع حسنا نعم دعنا نقول برنامج ما يمكن تنصحهم؟ بالرياضة بالأكل الأكل الصحي يعني أنه يقسمون بروتينات يحتاج بروتينات يحتاج كارب يحتاج سكر صح الأفطار خلينا نجي نقول تقريبا البرنامج قريب على برنامج السكري يبلش بالسكريات بسيطة ولكن قميات قليلة تمر ما يعلي كثير لأنه هو كمان سكر سكر فواكه يبتعد عن العصائر الطبيعية يبتعد عن المحليات العصير اللي يجي فيمتو موفمتو وجمعتو لأن الرغبة أو الشراء على الحالات قلب لأن الجسم يتعوض والأفطار السحور العافو سوف نعطيهم بعض كاربوهدرات معقدة مثل خبز الأسمر بينفا أو الشوفان مثل مؤلة طيب دكتورة هم عدهم الدهون الثلاثية أكثر من 150 هذا الموضوع يفرق عدهم لا ليس شرط دعنا نقول بس هذول الشغلات تأتي مع زيادة الوزن بالأكتر بس ينزلوا الوزن عندهم كل شي بيرجع طبيعي شوية شوية بس في حالات الدكتور بيوصف لن أدوية الميت فورمين وجمعتو في دكاترا بتقول لأخلي الشي طبيعي بدون أدوية وحتما بيكون أحسن وفي ناس بتشوف لأن النسبة تبعتهم عالية ما فيهم بدون أدوية لأن الوضع يتنظم شوية طيب بالنسبة للأعمار اللي عندهم هاي الحالة يعني أول رجال أو النساء ممكن تشوفين أعمار صغيرة؟ في كتير حاليا عندنا حالات كتير بتيجي خاصة البنات في عندهم هالحال كتير البنات أكثر شي والأعمار الصغيرة اللي هي أعمار رجقة تقريب أنا في عندك بالأرباطعش في عندك بالأتمنتعش في عندك بالخمسة عشر ها هي تشي صغار صغار لأنه كله فاس فود وكله عندهم سمنة فعندك فاس فود وعندك سمنة وما في حركة لأن الحمد لله نحن نحن كله من البيت للماركت بالسيارة أو على الآيباد فما في حركة كمان فكلتهم نلاقيهم الجذع والتهم ضخم وعندهم الأطراف رفيع طيب نصحتش الأخيرة للا حتى نمنع هاي مقاومة الإنسولين لناس العادي أول شي نزول الوزن الشخص لازم ينزل الوزن وشوية شوية تحكم بشراهة الحلة يعني أنت مثلا خاصة في ناس مثلا موفيون يأكلوا بقول ما باكل لك الأكل بس عطيني حلة هون ما حايمشي لازم الجسم يشبع يأخذ المصادر الصحية من كل الفيتامينات والمعادن وشوية شوية تدريجيا انقلل السكريات لا يوجد تقلل الفرد مرة وإذا كتير اجعب بال الشخص دعنا نجي قطعة حلة صغيرة أو مثلا نحاول على حلة دايت زين طيب ممكن واحد هو ما عنده أصلا يعني مقاومة إنسولين وجسمه طبيعي بس يصير عنده مرنو شرط لا ما كو شرط لا بيتتبع على حسب استقبال الجسم وعلى حسب النمط الحالات اللي هو بيتتبعه لأنه أكو أكل معين ممكن يسوينا هذا الموضوع السمنة 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 العادية السمنة مفرطة سمنة مفرطة يعني مثلا الفاست فود السكريات السمنة سيزود الحالة السوءا طيب يصير هو مثلا يصير أوبيس أو يصير سمين من يجي يسوي مثلا دايت رح يصير عنده مقاومة إنسولين لا بالعكس حيتحسن حيتحسن شوية شوية لما بتاخد كلمة دايت بتعمل نمط حياة صحي بتاخد كل شيء يعني كل الأكل فأنت شوية شوية بتخفف نسبة السكر فشوية شوية الشراهة تبع السكر بتقل وبينزل الوزن حتى إذا الشخص مثلا جمعت خليني يجي نقول اللي الدكتور واصف لهم دواء وضايفين معه حركة ماشي كرياضة نساعة إلى ساعة بنزل الوزن كمان يعني بتشوف أحيانا الوزن ثابت فلما بيعرفوا أن المشكلة في عنده مقاومة إنسولين ينزلوا شوية بالوزن كرياضة ممكن يسوون أي رياضات أي رياضة عادي مرتفرات لو أكثر شيء شنو يفيدهم أي رياضة المهم يكون في حركة ولكن إذا الوزن كتير عالي يعني ما يعمل الرياضة ويعمل مشاكل على المفاصل بتشوف الشخص وزنه كتير كتير مثلا مية وخمسين كيلو مية وستين كيلو عم بيمشي باليوم ساعة ونص ساعتين أوكي يعطيك العافية تمشي ساعة ساعتين بس أنت لازم تحسب حساب المفاصل كمان بهالحالة ماشي يعني بيتخلص يعني بيزبط محل وبيخرب محل فلا يفضل النظام الصحي لا يفضل الرياضة البسيطة ماشي إلا إذا وزنك خفيف منه كتير عالي فيك تشد حديات الرياضة بالنسبة للبقع الداكنة آخر سؤال هي علامة رئيسية علامة رئيسية يعني يجوز أكثر من الجذع بطبط الجذع هو بيبين السميرار أحيان بتشوف الشخص متعرض لحرارة شمس عالية ماشي بس هنن المناطق الثانية نحن اللي حكينا عنه هي حتحددون لها أكثر هي تأكد وجود مقاومة الإنسال شكرا جزيلا أستاذ جيند على كل هذه المعلومات شكر لكم أحبة المتابعين على كرم الإستماع والإصغاء يقولون ما ذكر الله على صعب إلا هان ولا على مشقة إلا خفت ولا على شدة إلا زالت ولا على كربة إلا انفرجت نتمنى لكم صيام مقبول وإفطار شهي على أن نلتقي لكم غدا في حلقة جديدة موسيقى 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 موسيقى